فطوعي واروح على الكتيبة فهم عليه وسلم من العهدة ويعطيني كتاب القيادة العامة أسلم راتب شهرين وأروح على السفارة أفيز وأخذت الإجازة طبعا من الكتيبة والله يوم جيت الصبح رحت على القيادة العامة وسلم تراتب شهرين وأخذت الكتاب ورحت على السفارة يوم دخلت السفارة وأنه كان فيها القنصلية وأنه طالع السفير الحيمي وأنه طالع السفارة قال خير إن شاء الله أنا لابس عسكري تولها طول عمر وضيح جوازي معي وتأخرت قال لي ما الحجاجي راح وقالت والله هذا اللي جاء قال تعالي أوليدي ويقذل بيد ويفوتني على القنصل قال افتح الجواز افتحه وقال حط الختم وحطه الختم فهم ويوقع السفير ما هو القنصل ويوقع السفير قال لي يلا مع السلام بجتك والله وجع علىها لي وتغدى الظهر عندها قالت ثم مجد قالت نعم قال تعطيني هالفروة والله أخذ هالفروة وحطها لاتها لي قال تعطيني هالعلاقة هذه حطيني بهغيار داخلي وبثوب كذا والله وعطتها وحطيت قال خير إن شاء الله وشوفي عندك ضلت مصروفة من راتب هالشهرين اللي عندي وقلت هذا مصروف لس وانا السلام عليكم قالت وين قالت على الحج يا من الحلال قل وغير مثل ما قلت والله فعلا وأعطيه أعطيه من المصروف وأخذها الشنيتة بيدي عن لقي يبيدي وفروتي على ظري وبيديدي على سيارات معان اللي ما دي فكانت ميسرة قبل كانت ميسرة وسهلة واركب بسيارة معان من عند البادية بسيارة معان لمعان يوم وصلت معان والسيارة جاهزة واحد وده تبوك قال تبوك قلت تبوك قال اطلع واطلع كانت حدودنا هذيك الأيام بيري بن هرماس ما يحالت عمار بيري بن هرماس حدودنا حنيرة أردنية وراء يوم جيت على الجوازات معان مغيري معان مغيري بصلناها والله ونوجا كان يصلوا ونوجا يلوه شب شب يمصق ما اسسمها غير مصق هالشب شب على رجلينه ناس عالبركة يا أخي ناس عالبركة ناس عالبركة ها هالله وين قالنا والله حجات كان الله رضوه قال هاتي وزاتك مااتي وزاتك والله نعطيه جوبا زاتنا ويخاتبنا قال يالله مع السلام مو مفقين موفقين والله او مصلت كراج تبوك وانه يقول واحد المدينة شف تصيل الله سبحانه وتعالى واحد المدينة واحد هذيك الايام كانت السيارات شفر وتاسحى قلت جاك وحط فريوتي على ظهري فأهم علي وفوت في السيارة اذكر هذيك الايام العلم عند الله يجوز خمسين ريال جارتها وقل تقريبا وعلى جوازي معي ومخاتب ملي من الحدود وكل حاجة من فضل الله عز وجل يوم قال الله اكبر الفجر وينزلنا عند الحرم ونتوضى ونعين من الله خير فاهم علي وكانوا جماعتا كان منهم خضر عزام واخوه علي عزام وامهم معهم حجاج والله انا قاعد اصلي وتحى وسلم الامام قلت السلام عليكم ورحمة الله يمين والسلام عليكم ورحمة الله يساق والنفجن بخضر الجهاد ات هبو محمد قال لي ولا أبو حمد انت حمدان قلت يا والله أنا حمدان قال حصان الميمون قلت والله هذا لجه لا حكت أنا قلت ولا حكت كمحمد والله والله ياخذوني مستجرين بويت وياخذوني وانا أبو الله رحم ورحمة الله عليه عزام وانا قاعد يسوي القهوة وولوذ عليهم ويفرحون بلوثتي ولوثي قهوة وافطر وعين من الله خير وحط راسي ونام لما قال الله أكبر الظهر ونروح نصلي بها الحرب ورجع أنا قال عاد تمشي معنا تدل أنا قالت يا أنتم سيارتكم بها بكشف بأسماكم وأنا إذا أروح معكم أضرك عدنا ما صيدي أنا أبدي السيارة أنا أبدي معه له الروفر كراسيها حديد قلت أنا عاد وبيدي أطقطق بكراسي الحديد 500 كيلو فهم عليه 550 كيلو من المدينة عن طريق جدة يخوية نركب بتاكسي وروح أحج واعتمر فهم علي وحلل وثاني يوم لجيت وأنا عارف متى جون أجي كما أخذ كما أو فعلا وصلت وطفت وسعيت ونمت وثاني يوم العصير وأنهم جيين وأخذهم وأطوفهم وسعيهم من فضل الله عز وجل أي بالله وننهي الحج مراسم الحج كل ما ودي أحكي الأحداث ولا صار أحداث واحد جد قلال وجينا قالوا عادت تمشي معنا قلت لله السلام عليكم أنا من هنا للمدينة من المدينة بسيارة لتبوك أم تبوك أدورها لي وارجع قبل الحجاج بيومين من فضل الله عز وجل وهذا كله توفيق من الله سبحانه وتعالى وأوصيكم وأوصيكم وأوصي كل الشباب برضى الوالدين وبالرهم لأنه يطلعك لو كنت في أكبر غرية فاهم علي رضاهم وبالرهم يطلعكم منه مثل ما تسحب الشعر من العجيب هذه بالنسبة بس للأحداث اللي أم معهد الحقيقة شريط متكامل سلامتك ترجمة نانسي قنقر